شيخ إعجاب الإنسان بنفسه وغروره بعمله فما يزال به هذا الجهل أيضا لعلكم تحدثون عن إعجاب المر بنفسه ما يجوز أن الإنسان يعجب بنفسه ويزكي نفسه قال الله جل وعلا فلا تزكوا أنفسكم يتمدح نفسك وتظن أنك قد بلغت رضا الله سبحانه وتعالى بل تعتبر أنك مخطي في حق الله وأنك مقصر في حق الله وأن حق الله عليك عظيم وأن نعمه عليك عظيمة فمهما عملت فإنك تحتقر عملك والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون فهم يؤتون ما آتوا من الأعمال الصالحة ومع هذا يخافون من الله أن لا تقبل أعمالهم وأن ترد عليهم يخافون من الله يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة فلا يغتر الإنسان بعمله مهما عمل فإنه مقصر في حق الله سبحانه وتعالى نعم ترجمة نانسي قنقر